بالتوازي مع ما يشهد الشارع العراقي من أحداث يبدو أن القوى والأحزاب السياسية ما زالت تعمل على إيجاد حلول لاستدراك حالة الفراغ السياسي والعمل على سير العملية السياسية حيث أعلن اتلاف الوطنية إن زعيمه إياد علاوي اخترح خلال اجتماع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع الكتل السياسية لتشكيل حكومة طوارئة في العراق تستمر لسنتين أو ثلاث يجري خلالها تكليف لجنة لإعادة كتابة الدستور بصورة صحيحة إلا أن اختراحه لم ينى الموافقة الكتل السياسية الأخرى بحسب ما نقلته صحيفة المدى وضو في اتلاف الوطنية طلب عدم الكشف عن اسمه أشار أن المقترح يجتمل على تشكيل حكومة طوارئة وإنقاذ من عشر وزراء إما تكون من الأخطاب السياسيين أو التكنقراط المستقلين مؤكداً رفض القوى المشاركة في الاجتماع هذا المقترح إلى ذلك تابع العضو إن المجتمعين ناقشوا ثلاثة محاور رئيسية وهي الاحتجاجات والعدوى الفرز يدوياً وتشكيل الحكومة المقبلة معتبراً أن هذا الاجتماع يمثل رسالة للمهتجين وأبناء الشعب العراقي حيث أن رئاسة الجمهورية والكتل موجودون ويسعون لحل كل المشاكل والمطالب المشروعة موضحاً أن هناك إصراراً على تشكيل الحكومة عن طريق المشاورات الثنائية والحوارات بين الكتل السياسية من جانبه قال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني هوشار زيباري في تصريح صحفي أن التظاهرات وتشكيل الحكومة الجديدة أمران مختلفان مبيناً أن تشكيل الحكومة سيستغرق شهرين أو ثلاثة وإنه في حال لم تتفق الأطراف المشاركة في العملية السياسية على مسألة الرئاسات العراقية الثلاثة فإن تشكيل الحكومة سيتأخر حتى نهاية العام الحالي